سلطان عبد الحميد أحمد عبد الله طلاب من الحلقة الثانية أهلا بكم من جديد إلى مدرسة في الفصل الثالث شهر رمضان مبارك أبريل هو شهر الإزهار وشهر لنكون قادرين على النمو والتطور أحسنتم صنعا لجميع الذين حضروا المخيم الربيعي لقد قمتم بعمر رائح في إتقان العديد من المهارات خلال الأسبوع لكي تساعدنا على التطور والوصول إلى مكاناتنا الكاملة شاركنا في فصل مجموعات وساعات الطاقة نود أن نشارك الضوء على النجاح الذي حققنا خلال دروس المدرسة هذا الأسبوع كان الطلاب هياطي الأطفال متحمسين للغاية للعودة إلى المدرس بعد عطلة الربيع كانوا سعادة للتعلم مع أصدقائهم ورؤية معلميهم مرة أخرى كانوا يعودون ويكتبون ويرسمون وحتى يعملون على مسارة التعلم الخاص بهم انظر إلى هذه الوجوه السعيدة جديد 1 وياه، وطريقة أكثر في أحيانات آخر جسد الوصول إلى المدرسة الكثير من الطاقة التعلم المريضة في الوصول إلى المدرسة الأماكن لكي ترمموظ على ما سأ LEARNة الكثير من السعيدة أنه يكون كثيرا والاستعادة يقدم الصفان الأول والثاني فصورة مكونة من فئات وساعات الطاقة لهذا الأسبوع يستمتع بها الطلاب بالعمل مع أصدقائهم جدد كل يوم إنهم يتعلمون كيف يصبحون أكثر استقلالية وتوجيها ذاتيا في غرف الاستراحة مرحباً سأرى الفيديو من الثاني حسن الحمادي و فاطمة الجابري الصف الثالث يرجع مشاهدة الفيديو التالي للطلاب الصف الثالث حسن الحمادي و فاطمة الجابري كيف يأتي؟ كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ الجابري؟ كيف يحدث؟ لا يمكن أن يساعد للمشاهدة في أي وقت ستجعلنا نظام و كمس و معالج علينا تجعل ما يقولون لدينا نابقة لدينا لدينا للمشاهدة لتحدث للمساعد لتحدث للمشاهدة لتحدث للمشاهدة remember we are growing hearts and minds together شكرا لصفرتها تبدو أنكم تعملون بجد في الدروس هذا السبوع شكرا لصفرتها شكرا لصفرتها شكرا لصفرتها جزيلا بحين المراضي شكرا لصفرتها شاكرا لصفرتها شكرا لصفرتها شكرا لصفرتها شكرا لصفرتها المترجم للغاية والمترجم للغاية الصف الرابع أحسنت في الصف الرابع C صف السيدة ديليمري التي قادت الطريق إلى سبرينكام من أجل حضور أحسنت الأداء 4G فئة السيدة لرني التي قادت الطريقة نحو المهارات التي أتقلناها مع عودتنا إلى المدرسة هذا الأسبوع نستمتع بقاملة مدرسين الجدد وقد كنا مجهولين جدا في العمل على تحسين نتائج ماب الخاصة بنا في المدرسة نعمل بجد النظر في اختبارات ماب تست والتعاون مع زملائك في الصف في المنزل والتنافس على نيربود محمد جمال من رابع يطبق معرفته من خلال إيجاد زوايا في منزله الصف الرابح كان طلاب الصف الخامس يرمون قلوبهم وعقولهم من خلال تكفين صدقات جديدة والعمل الجاد لتحقق أهداف قطة عمل الماب التست الخاصة بهم خلال فصول المجموعة وساعات الطاقة لقد بدلوا قصار جهدهم للمجيء إلى المدرسة في العوقات المحددة وإكمال كل مهمة كل مهمة البطا processing كبأ كبلا الأعلى كبا الحلقة الثانية في العلوم يبني العلماء من الصف السادس دوائرهم الخاصة ويدرس علماء الصف السابع كيف مقارن دور الحياة في مجموعات مختلفة من الكائنات الحية الحياة في المنزل السابق المترجم الكلمة ومجموعات مجموعات مختلفة نحن نستطيع التفكير في الرياضيات في الرياضيات ستركز كل ستكلاسروم وفورهورس لهذا الأسبوع على عمليات النطاق الرياضي والتفكير الجبري نحن نراجع تطبيق المفاهيم الجبريه على حل المشكلات نحن نراجع تطبيق المفاهيم الجبريه على الحل المتوسط اللغة الإنجليزية هذا الأسبوع ركزت الفصول المكونة من الفئات وساعات الطاقة على الكلمات الانتقالية في الكتابة لضمان التعلم لكتابة فقارات متماسكة ركزنا في القراءة على عناصر القصة الفكرة الرئيسية والتفاصيل شكرا لكم جميعا على جعل الأسبوع الأول يعود إلى النجاح وحضور الدروس للوصول إلى إمكاناتكم الكاملة من فضلك تذكر أن تتابع تاك تاك أيام ثلاثة وإن كل أسبوع سنقرأ ستقرأ قصة رمضان في الساعة السابعة والنصف مسائل لا تفوتها شكرا لكم جميعا على الاستمتاع وسنراكم الأسبوع المقبل للطلاب الحلقة الثانية اشتركوا في القناة